من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين معنا البوكتوبر والصديق العزيز لبرنامج يحكى أن البوكتوبر الأستاذ كريم النجار طبعاً بنقابل كريم من خلال زوم وكان ضفنا أكتر من مرة كمان فيه يحكى مساء الخير يا كريم مساء الخير أستاذ الله سعداء بلقائك النهاردة أنا شكر جداً دايماً بنتقابل عن طريق زوم وطبعاً كل سنة وانت طيب ومعرض إن شاء الله تستمتعه بكل فعالياته كشباب وكمسقفين وكبوكتوبرز وحتى الكتاب وحتى القراءة هو فعلاً المعرض بالنسبة لنا كل سنة بيكون عيد بنقابل فيه الناس اللي أحياناً ما بنشافهاش غير من السنة للسنة الظروف الشغل والحياة والدنيا صحية نتخلناش نقدر طبعاً نحن نتقابل بيبقى بنا تليفونات ممكن نتكلم على الإنترنت لكن طبعاً المعرض بيكون فرصة كبيرة جداً ومهمة بالنسبة لنا نتقابل ونوعد ونتكلم وأنا تبادل التقافات والكتب والأعبال فبيبقى جوجة بتحضر الأسبوعين كلهم يا كريم؟ أحياناً بحضر الأسبوعين كلهم أو أقدر أقولك أن أنا بحضر الأسبوعين لكن مش يومياً يعني أنا بكون متواجد في خلال الأسبوعين لكن ممكن يوم ويوم يومين وأريح يوم لأن طبعاً الأعدة في معرض الكتاب واللفة طاليوم بتكون مرهقة شوية فبنحتاج أن نحن نفسي شوية في النص الجديد اللي عندك السنة دي في المعرض إيه؟ بالنسبة لك أنت ككريم النجار أنا السنة دي نزل بترجمة مذكرات روبوت القتل استراتيجية الهروب؟ بالضبط ده اسم العدد اللي أنا مترجمه لأن مذكرات روبوت القتل هي سلسلة روايات فانتازيا أيوة وخيال علمي فأنا مترجم منها عدد أو جزء من السلسلة اسمه استراتيجية الهروب جميل بتتكلم عن إيه؟ بتحكي عن إيه؟ بتقول فيها إيه؟ هي بتتكلم عن المستقبل البعيد لما البشر استطاعوا أن هم يعني يخزوا الفضاء ويكونوا إمبراطوريات أو ممالك أو يعني خلاص توسعوا في الكواكب والبشر قدروا أن هم يخترعوا حاجة اسمها الميردرباط أو روبوت القتل بحيث أنه هو يكون اللي بيحل محل القوات الأمنية يعني فواحد منهم قرر أنه هو يكون روج أو أنه هو يكون متمرد فالسلسلة بترصد التطورات اللي بتحصل مع الشخصية بتاعت روبوت القتل أو الميردرباط ده تحديدا يعني من أنه هو كان مجرد إنسان آلي للمرحلة أنه بدأ يحس ببعض الشعور أو الإحساس الأدمي بعد كده بدأ أنه يتعاطف مع البشر بعد كده تحول تماما وبقى مع البشر ضد الآليين فعني قصة طبعا نصاي فواهي وفنتازيا بس هي جميل الحقيقة من خلال شغلك الأساسي كبوكتيوبر إزاي بتدعم معرض الكتاب إزاي بتقدر أن أنت تكون الناقل أو حلقة الوصل ما بين هذا الحدث الضخم وبين الشباب اللي زيك محبينك اللي بيتابعونك اللي بيصدقوا كلامك اللي بيسقوا في أراءك إيه دورك في اللحظات اللي زي دي هو دوري بيكون مهم شوية في النقطة دي الحقيقة ومش أنا بس أنا وبقية البوكتيوبر صبعا لأن إحنا بيكون علينا جزء مهم إن إحنا بنتطلع على كل إصدارات الدور ونبتدي إن إحنا نعمل عملية تفنيد للأعمال والإصدارات اللي موجودة ما بين أعمال روائية وأعمال غير روائية الأعمال روائية كقصص كمجموعات قصصية كروايات طويلة وروايات قصيرة بعد كده بنبتدي نشوف كل دار إيه إصداراتها في الروايات والأعمال القصصية وفي الأعمال الغير روائية ونبتدي نعمل حلقات ترشيحات للأعمال الروائية لوحدها والأعمال الغير روائية لوحدها لأن فيه ناس مهتمية بالروايات وفيه ناس مهتمية بالكتب الأخرى والفلسفة وعن النفس والتاريخ مصبوط فلازم نرضي جميع الأراء أو نتكلم عن جميع الإصدارات الموجودة فعلى هذا الأساس بنبتدي نعمل حلقات ترشيحات بناء على إصدارات كل دار بنتكلم فيها عن إصداراتهم الروائية وإصداراتهم الغير روائية وطبعاً بنتكلم عن كل عمل من دول بيصدور مع أنهدار من الكاتب لو نقدر طبعاً نتكلم عن عدد صفحات أحياناً بنتواصل كمان مع دور النشر يبعتولنا نبذات عن الأعمال بحيث أن احنا ندي القارئ من قبل ما يروح نبذات عن الأعمال بريف عن العمل أو ملخص عن العمل أو كده هو مهتم بالعمل يقدر أنه يروح يشتريه هو بالبلد كده حطت في بط بط خصين ويبقى عارف هو راح يشتريه إيه وراح يشتريه لهو مختاره بنفسه بالضبط كده الإقبال كلمني شوية عن الإقبال كلمني عن الشباب كلمني عن البنات اللي موجودين في المعرض الإعمار الشباب اللي موجودة في المعرض بقلنا دلوقتي داخلين مثلاً في سنتين تلاتة إقبال الشباب على معرض الكتاب بما فيهم طبعاً السنة دي كبير جداً ولسه في الأول كمان لسه بقى الناس لما تبتديت تسمع عن النجاحات اللي بيعملها المعرض تبتديت تشجع أكتر بالضبط كده طيب كلمني شوية عن مشاركة الشباب الكتاب وخاصة ان انا الحقيقة النهاردة من خلال لقاءاتي اللي عملتها انا عملت لقاءات كتيرة جدا ويمكن لسه طبعا هنعمل اكتر مع كتير من الشباب الكتاب صغيرين شباب صغير يعني مش عايز اتكبر نفسي مش عايز اتكبرك بس هما شباب صغير قوي بجد وما شاء الله يعني مواضيع مهمة افكار مطروحة في غاية الثراء يعني حاجة تفرح بجد انا النهاردة لسه مقابل كاتبة عندها 16-17 سنة نزلة بمجموعة قصصية وبمجموعة من القصص القصيرة مع احد دور النشر الحقيقة انا ببسطت جدا لانه بغض النظر بقى هي كتبت حلو كتبت وحش الجودة بتاعت العمل ده اول عمل ليها مش دي الفكرة خالص لكن مجرد اقبال الشباب وتحولهم من مرحلة القراءة لمرحلة الكتابة دي كانت نقطة حلوة جدا ونقطة كبيرة جدا ومعناها ان الشباب لا الشباب عندنا في البلد واعي مش قاعدين على السوشيال ميديا تولي الوقت زي ما بنقول بالضبط ده حقيقة فعلا فدي حاجة طمنتني على الشباب اللي بوجودوا في نفس الوقت فرحتني ان لسه عندنا شباب فعلا عندهم القدرة على القراءة في بعض الشباب اللي اصدروا في خلال السنتين الفتو عمل واثنين دلوقتي في قراءة بيبصرهم على ان هم وجوه الوسط الادبي في المستقبل صحيح فدي حاجة جميلة جدا وحاجة تبسط يعني صحيح عمل كبير جدا موسم مهم جدا جدا سعيدة بلقائك وانت عارف انك صديق عزيز عندنا دايما وتنورنا بعد المعرض نتكلم عن كل اللي حصل في المعرض في البرنامج مرسي يا استاذ كريم شكرا